في افلام كده انت تحس ان انت عمرك ما تفرجت عليه هم يعني لحد الاخر ولكن انت عارف ان هم يعني فيلم عظيم انت دائما كنت تتفرج عليه في النص كانوا تشوف اعلانات كتير بتحط عليه ليه ان الافلام دي كانت بتتعرض على ازا كانت بقى الام بي سي تري او يعني نيكيلوديان اللي هالالحاجات اللي هكوا يتفرج عليها راحنا صغيرين او بداية سن المرهج كان في افلام كده دائما بيعودوا يعيدوا ويزيدوا فيها فانا في الفيديو ده هتكلم على ست افلام من هذا الزمن الخطير اللي هو بعد الطفولة في سننا كده هو باول ما بدأنا مرهجة اول ما بدأنا نسيب الرسوم المتحركة وندخل شوية نتفرج على افلام لايف اكشن افلام حقيقية فخلينا نرجع كده هو بالزمن ونتكلم شوية عن الافلام دي رقم واحد هو فيلم كلاسيك جدا كان بيتعدد كتير وانا كل ما يتعدد كان لازم اتفرج عليه وهو فيلم هاني اي شرونك دا كيدز اكيد كلنا عارفين الفيلم ده الفيلم ده يا لهوي خطير فكرة لوقتها يعني كانت تعتبر حاجة كرياتف جدا حاجة خطيرة ما تعملتش قبل كده ويعني اللي ما يتحبش في الفيلم ده اب مخترع غريب جدا كده هو بيخترع شرينك ري بيخترع جهاز بيخلي اللي يضرب بيه يصغر في الحجم فبالغلط كده هو العيال كده هو كلهم ينزلوا الحجم النمل ويطلعوا في مغامرة المغامرة بقى اللي ما طالعينها فين بس في الحديقة بتاعة المنزل كده هو ايوه لاتس هاف فن رقم اتنين فيلم فلابر لو انتم شعرفين فيلم فلابر هو ممكن مكانش مشهور قوي ولكن بجد فيلم يعني روبين ويليامز بيعمل فيلم لعيال صغارين ده اول فيلم بدأ حاجة الاسلايم دي حب الاسلايم اللي موجود في دماغنا من ساعتها روبين ويليامز بيكون عنده الاسلايم اللي بيسميه الفلابر وهو زي ما تقوله بيكون سانشنت بيكون ليه وعي يعني حاجات بسيطة حاجات خبيفة الفيلم مش طويل ولا حاجة بس مغامرة لازيزة صغيرة كده هو ما بين روبين ويليامز وهو بيعمل فيلم للاطفال ولكن انا مش شاهد فيلم الاطفال ان اي حد في اي سن ممكن يستمتع به رقم ثلاثة فيلم او سلسلة افلام سبايك كيدز يعني ناس يا اما هيكرهوا الافلام دي جدا يا اما هيكونوا عشقينها انا عارف ان الافلام دي من اسوأ الافلام اللي اتعملت في التاريخ الافلام بتاعت سبايك كيدز ولكن لما لما تتفرج عليها بالعقل اللي كان عندي ساعتها انت هتعشقها لان ايه اللي ما يتحبش انت شايف واحد تحسه المراية بتاعتك هو نفسك كده هو ولكن هو بيشتغل جسوس وفيه منظمة كاملة بتعين الاطفال عشان يكونوا جواسيس يا لهوي الفكرة خطيرة الفكرة كنا نعشاها كل مكان بيجي لأفلام سباي كيدز كان لازم يتفرج عليه ان كنت أحب الأفلام دي هوي أي وقت أي مكان كدو بلاقي سباي كيدز قدامي أوكي أنا عارف إننا النهاردة تفرج على فيلم من أفلام سباي كيدز لو أنا هقول الأفضل عندي من أفلام سباي كيدز هو الفيلم الأول كلاسيك والفيلم الثاني بعدين فيه الفيلم اللي هو ثري دي وبتاعه الكلام ده ده كان يعني غيرربج وبصراحة كان وقتها أكونت كبرت شوي بس انا دلوقتي في سني واحد وعشرين سنة لو هرجع اتفرج على سباي كيدز الاول والتاني بس بتفرج عليه من ناحية النستلجا او من ناحية الحنين وغيرا كده باخد متعة عادية جدا رقم اربعة فيلم بيج فات لاير يعني ده فعلا من 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 احسن الحاجات اللي طلعت من الزمن ده عندنا اماندا باينز قبل ما تبقى يعني مجنونة والواد ده اللي انا مش فاكر اسم واسنه ولكن هو كان بيطلع في حاجات كتيرة كان بيطلع في مالكا من دميدل ده برضو مسلسل من الزمن الجميل ولكن ما اظنش ان هو كان مشهور قوي في المنطقة العربية ولكن عندنا فيلم بيج فات لاير ده اللي هو اللي عندنا الواد الصغير المشاغب اللي بيروح للمدرسة وبيشاغب وبتاعه بيكتب سكريبت فيلم ومرة واحدة منتج هوليوودي بيسرق فكرة الفيلم بتاعته والمغامرة عندنا كلنا ان الولد يروح في رحلة عشان يخصب المنتج الهوليوودي ده ان هو يعترف ان هو اخد القصة منه ويقول لابوه كده او يا قصة تبن هي بسيطة جدا ولكن حيث ان هي ليها لها معنى والمغامرة انا ما عنديش اي مشكلة معها هو فيلم ايوة تحسه كورني شوية تحسه تشيزي يعني اللي هو يعني لا كده انت بجد عامل فيلم اللي عيال الصغيرين ولكن ما تقدرش تنكر ان هو فعلا فيلم يعني حلو لو تفرجت عليه دلوقتي لا هتقدر ان قد ايه الافلام اللي كانت معمولة للمراهقين او للاطفال في الوقت ده كانوا فعلا بيحطوا فيها شغل اكتر من الافلام بتاعت دلوقتي من نفس المنطقة ومدام احنا تكلمنا على اماندا باينز نتكلم بها على فيلم شيز دا مان الفيلم اللي كلنا بنعشقه اماندا باينز كانت يعني هو بدأت تكون اسم في عالم التينز موفي وعملت فيلم شيز دا مان تخيلوا بنت كانت بطلة الفيلم في سنة الفين وخمسة ولا الفين وستة ايام ما طلع الفيلم ده وكلنا كنا بنعشقه الفيلم ده ايه اللي ما يتحبش واحدة عايزة تلعب كرة قدم ولكن السوسياتي مش مخليينها تلعب كرة قدم فهي بتتحدى المجتمع كله وتقول لا انا لعيبة محترفة وهلعب ومع الولاد وهلعب احسن من الولاد ايه العظمة دي ايه العظمة دي ايه العظمة دي تخيلوا الرسالة النسوية الكبيرة جدا اللي اتبعدت من الفيلم ده واللي اطفال صدرين كتير اتفرجوا عليها وما كانش عندهم مشكلة ايوه اكيد ايه عادي البنت تلعب مع الولاد البنت دي ق طوية واش عارف مين بعدين امان داباينز يعني بهدلت الدنيا شوية وبعدين راحت بقى تاخد مخدرات كتير وكن ده مش دامش موضعنا اوكي احنا موضعنا على فيلم شيز دامان اللي هو فيلم حلو جدا رائع جدا وشانين تيتم موجود فيه يعني اللي ما يتحبش واخر فيلم عندنا وهو فيلم الكلاسيك بتاع كل الكلاسيكيين يعني اللي لو انتم تابعيني في القناة انا طبعا بتكلم عليه كتير جدا ان انا فعلا مقتنع ان الفيلم ده كان ليه تأثير كبير جدا في الكالتشر بتاعت صنعت الفيلم الكالتشر الالتينز موفي هو فيلم مين جيرز يعني فيلم الكاست كله بتاعه بنات وفيلم بيحكي دراما ما بين بنات وبعضهم وكل اللي بيتفرج عليه مهتم بيه وكل اللي بيتفرج صغير يعني كبير بنت ولد اي حاجة كله بيتعلق بالفيلم ده تحيس ان هو كولت كلاسيك كده هو حاجة الكلام بتاعه لسه بنستخدمه في المحادثات ما بيننا وبين بعضنا لحد دلوقتي فيعني ايوة انا ما قدرش انكر ان اقدي ايه فيلم مين جيرز ده فيلم خطير وانصح اي حد من الجيل بتاعنا لو ما تفرجش عليه روح اتفرج عليه عشان فايتك كتير جدا وبس اعزائي المشاهدين دي كانت كل حاجة عندي للفيديو ده اتمنى كون الفيديو عجبكم ما تتسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لو عجبكم واشتركوا في القناة وشغلوا الناتفكيشن عشان اول لما انازل فيديو جديد يوصلكم على طول وغير عن كده لو انتم ما تفرجتوش على الحلقة الاولى بتاعت المراجع الشجاع روح اتفرجوا عليها دي سلسلة يعني يعني خطيرة جدا اشتركوا في القناة هنا شكرا مرتان يا عالم تابعيتكم ودعموكم اشوفوا ان شاء الله في الفيديو كانت سلام